موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين رئيس الوزراء يؤكد الاستعداد لتبادل جميع الأسرى عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر الجيش الوطني يضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية في صرواح من ثلاثة اتجاهات وكالة واس مركز الملك سلمان قدم مساعدات للشعب اليمني بنحو 700 مليون دولار مرحبا بكم أكد رئيس الجمهورية عبد ربا منصر هادي على دور الشباب في بناء الوطن وترصيخ دعائمه ولبناته القويمة على أسس وطنية وليكون للشباب والمرأة تمثيلهم وترجمة لمخرجات الحوار الوطني التي أولت الشباب والمرأة مكانتهم التي يستحقونها جاء ذلك خلال استقباله للمخترعة اليمنية دين سيف المشهر الحاصل على العديد من الشهادات والجوائز المحلية والدولية في الابتكارات العلمية والطبية وتمثيلها لليمن في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية وآخرها حصولها على درع مؤتمر الأبحاث الطبية في تايلاند والذي أهدته لرئيس الجمهورية عبد ربا منصر هادي وعبرت المشهر عن سرورها بهذا اللقاء الذي يعد وساما لكل الشباب والمبدعين اليمنيين الذين ينحتون الصخرة ويصنعون الإنجازات للوطن والإنسان اليمني في مختلف المراحل والظروف أكد رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر استعداد الحكومة لتبادل جميع الأسرى مع الميليشيا الانقلابية عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر وقال إن الميليشيا تواصل رفضها لقرار مجلس الأمن المتعلق بإطلاق سراح المختطفين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب وجميع المختطفين الآخرين جاء ذلك خلال استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن رئيس منظمة صليب الأحمر الدولي بيتر مولر والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا حاليا للإطلاع على الأوضاع الإنسانية والخدمية وفي الاجتماع أشهد رئيس الوزراء بالجهود التي يقدمها الصليب الأحمر الدولي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية وأوضح أن الحكومة ستقدم كل التسليلات والدعم لفريق المنظمة الدولية من أجل القيام بعمله الإنساني في خدمة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء ودعا رئيس الوزراء الصليب الأحمر الدولي والمجتمع الدولي إلى رفض الفوضى والانقلاب والضغط على الميليشيا حتى تنصع لتنفيذ مرجعيات الحل في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وألياتية تنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار المجلس الأمن الدولي رقم 2216 وأشار بالدغر لأن الدمار والحصار الذي تعرضت له عدن وتعز خير شاهد على جرائم الميليشيا الإنقلابية وسعيها لتنفيذ المشروع السلالي الطائفي في إسقاط الجمهورية وهو الأمر الذي يرفضه الشعب اليمني بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن صفدي بحث معه التصعيد الصهيوني في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقيامه بنصب بوابات إلكترونية تجبر مرتاد المسجد الأقصى على التفتيش وما تبع ذلك من اعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين الرافضين لمحاولة الاحتلال والسيطرة والحيمن على المسجد الأقصى الشريف واتفق المخلافي والصفدي على الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب للوقوف أمام التصعيد ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وأكد المخلافي دعم اليمن للجهود الأردنية في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس وإزالة ما استحدث والاحتلال من بوابات وشدد على ضرورة إظهار التضامن العربي في الحفاظ على الأقصى والمقدسات الإسلامية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء السبت آليات وتجمعات للميليشيا الإنقلابية شرق وجنوب مدينة ميدي وقال مصدر عسكري إن مقاتلة التحالف العربي استهدفت مدفعية هون وتجمعا لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع شرق مدينة ميدي كما استهدفت عربات وعناصر للميليشيا أثناء تجمع في منطقة كدف مقل جنوب المدينة وقد أسفرت الغارات وفقا للمصدر العسكري عن تدمير الآليات ومقتل وجرح العديد من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمردة بين مأربة وصنعاء وعلى الحدود الغربية لمأربة تفرض قوات الجيش الوطني سيطرتها على سوق سرواح مركز المديرية وتضيق الخناق على الميليشيا المتمردة من ثلاثة اتجاهات كاميرا سهيل وصلت إلى أعلى تبة المطار وتجولت في المكان ورصدت الوضع هناك في هذا التقرير نتابع الله أكبر والله ألحب يفرض الجيش الوطني سيطرته على منطقة سرواح من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول من المنطقة القربية في منطقة الزغن ووادي حباب التابعة لمحافظة صنعاء حيث يحاصر الجيش الوطني الميليشية الانقلابية في هذه المواقع ويصد أن يتسلل فيما يهاجمها ترة أخرى أما المنطقة الثانية فهي في المنطقة الجنوبية التي أقف عليها أنا الآن وتسمى تبة المطار هذه تبة المطار يكمد أهميتها الاستراتيجية في أنها تطل مباشرة على خط صنعاء حيث بإمكان رجال الجيش الوطني الذين يتمركزون هنا أن يستهدفوا أي تعزيزات الميليشية الانقلابية قادمة من صنعاء إلى سرواح أيضا المنطقة الثالثة هي المنطقة الشرقية والمتمثلة في سلسلة جبال هيلان وجبل مرثد إذن للحديث أكثر عن حصار الجيش الوطني لميليشية الانقلابية ونتحدث مع أحد قادة الجيش الوطني المتواجد هنا في تبة المطار السلام عليكم والكم السلام ورحمة الله وبركاته عرفنا عليك فندم الرائد صالح محمد محمد العشدون من اللواء 81 أركان حرب الكثيبة الرابعة إذن فندم لو تحدثنا عن كيف يفرض الجيش الوطني حصارا خانقا على مواقع الميليشيات في جبال سرواح حدثنا عن ذلك والله يطل عمر فارضين عليهم حصارا يعني خانقا يعني لسرواح والمنطقة يعني الذي يعني جبل الوتدة والخط الجاه من صنعاء ليعتدى سرواح إن شاء الله قطعناه والآن إن شاء الله متوجهين على آخر المديرية حقا سرواح إن شاء الله وندخل صنعاء من المنطقة الشرقية بإذن الله الجيش الوطني يفرض خناقا يعني عاجلا على الميليشيات الحوثي وصالح الذي هم يسعوا في الأرض فساد وإن شاء الله ربنا يعين الجميع إن شاء الله لم يتبقى الميليشيات الإنقلابية سوى منفذا واحد وهو منفذ خط صنعاء سرواح هذا المنفذ والذي يفرض الجيش الوطني عليه حصارا خانقا يكمل أهميته في أنه يعد ممرا هاما ووحيدا لتدفق شراء الميليشيات إلى جبهة هيلان والمشيح وجبل مرتد نسمع الآن صوت قناصة للجيش الوطني وهو يستهدف خط صنعاء إذن نتحدث مع أحد رجال الجيش الوطني لنرى كيف يفرضون السيطرة على هذا الخط السلام عليكم وعليم السلام عرفنا عليك فندم والله العقل الجميل علي قايدة موقع 16 في تبة المطار هنا ونحن هنا مهمتنا هنا يعني خط إمداد العدو وهو من هنا الآن ونحن نشاهدون رجال أبطال الجيش الوطني يقومون باستهدف خطوة إمدادهم ونقطع الخط أيضا ونشاهدهم بأي مكان إذن مشاهدين الكرام يبدو أننا الآن في الساعة التي يتم فيها تدفق الدعم للميليشيات الانقلابية أقفوا في الجهة الأخرى لتبة المطار يظهر خلفي تماما سوق سرواح هذا السوق الذي يفرض الجيش الوطني عليه حسارا خانقا من عدة اتجاهات وبات تحت السيطرة النارية الكاملة لقوة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إذن الميليشيات الانقلابية تتهاوى على وقع ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمعركة الفاصلة آن أوانها والناس تترقب ناصر الجمرة قناة سهيل من جبات سرواح مأرب اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشي الحوثي وعصابات المخلوع في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر ميدانيا أن مواجهات عنيفة اندلعت بمختلف الأسلحة بين المقاومة والميليشي الانقلابية في عدة مواقع بمديرية ذي ناعم أسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشي الانقلابية إلى ذلك شنت ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع قصفا عشوائيا بالدبابة والمدفعية على القرى والمناطق السكنية في المديرية دشن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لم لاس اليوم امتحانات الثانوية العامة في المدارس اليمنية لأبناء الجالية اليمنية في ماليزيا وتقدم للاختبارات 105 طلاب يتوزعون على مركزين امتحانيين في كل من العاصمة الإدارية بوتراجايا ومدينة بنانج الماليزية وقال لم لاس إن زيارته لماليزيا وتدشين اختبارات الثانوية العامة تأتي في إطار الاهتمام الحكومي بالمواطن اليمي حيثما كان لأسيما ما يتعلق بالتعليم ومستقبل الأجيال القادمة الذي يمثل جبهة أخرى من جبهات بناء اليمن الاتحادي الجديد وتفقد الوزير اللجان الامتحانية في المركز العاصمة بوتراجايا واطمأن على سلامة سير العملية الامتحانية فيها وفقا للضوابط والموجهات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم ووجه الجهات المختصة بسرعة إنجاز عملية التصيح وعلان النتائج ليتمكن الطلاب من اللحاق بالعام الجامعي الجديد في ماليزيا زارت مبعوثة اللجنة الدولية الفرعية للصليب الأحمر استيفاني إيلير اليوم تعز وتفقدت مركز الأمل للإعلاج الأورام السرطانية التابع للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالمحافظة وطنعت على سير العمل في المركز والخدمات التي يقدمها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها تعز ووقفت الدكتورة إيلير على الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المركز منذ اندلاع الحرب بدءا بالمحيط الأمني المتوتر مرورا بالتوقف القسري ثم عملية الانتقال الضرورية إلى مبنى مؤقت ومدى القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات منذ أكثر من عامين وناقشت مع قيادة المركز احتياجاته الأنية والعاجلة بما يخفف من معاناة أكثر من ستة ألاف مصاب بالسرطان يتلقون خدماتهم الطبية في المركز وعادت مبعوثة اللجنة الدولية الفرعية للصليب الأحمر إلى تعز بنقل معاناة مرض السرطان في المحافظة إلى جهات ومنظمات دولية مبدية اندهاشها من استمرار مركز الأمل لعلاج الأورام في تقديم خدماته الطبية رغم الظروف القاسية التي يواجهها وأشادت بوتيرة العمل الذي يقوم به الكادران الفني والإداري للمركز حذرت قيادة هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع الصيادين من الإبحار خارج المياه الإقليمية اليمنية والاقتراب من السفن الحربية التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية وأكدت هيئة الأركان في بيانها إن أي خروج للصيادين اليمنيين بزوارقهم وسفرهم خارج مسافة 12 ميلا بحريا أو أي اقتراب من السفن الحربية أو الخروج عن المياه الإقليمية سيعرضهم للخطر التقى وزير حقوق الإنسان محمد عسكر في العاصمة السعودية الرياضي اليوم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وتناول اللقاء التعاون بين الوزارة والمركز في المجالين الحقوقي والإنساني بما يسهم من تخفيف آثار الحرب على المستوى الإنساني لسيما شريحتين المرأة والطفل باعتبارهم الأكثر تضررا كما جرى تناول العديد من الموضوعات خاصة فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والتوعوي وأسبل إقامة مشاريع مشتركة في مجال التوعية بمخاطر تجنيد الأطفال لدى الميليشيا الإنقلابية وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ليكونوا جزءا من التنمية المستقبلية وتوعية بمخاطر الألغام وأضرارها كما تطرق اللقاء إلى المساعدات التي يتم احتجازها من قبل الميليشيا وتحويلها لمصلحة المجهود الحربي ضد اليمنيين وكيفية تفادي ذلك مستقبلا وفي سياق متصل قالت وكالة الأنباء السعودية واس إن مركز الملك سلمان للإغاثة قدم 139 مشروعا متنوعة لليمنيين شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه وأشارت واس إلى أن قيمة تلك المساعدات بلغت 615.839.000 دولار تم تنفيذها بالتعامل مع 84 شركا أمميا ومحليا وأوضحت وكالة واس أن مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتسيق المخيمات وصلت إلى 48 مشروعا بقيمة 241 مليون دولار استفاد منها 21 مليون فرد من خلال 26 شريكا فيما بلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر 18 مشروعا بمبلغ 78.800.000 دولار استفاد منها نحو ربع مليون أو نحو أربعة ملايين مستفيد من خلال 13 شريكا ونوهت وكالة واس إلى أن مركز الملك سلمان نفذ في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي 63 مشروعا بمبلغ 239 مليون دولار واستفاد منها سبعة ملايين يمني وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 42 شريكا وخصص المركز في مجال مشروعات الاتصالات بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية 10 مشاريع استفاد منها 15 ألف مستفيد من خلال أربعة شركاء بمبلغ 56.500.000 دولار قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبد الرقب فتح إن الشعب اليمني تعرض لكارثة إنسانية غير معقولة نتيجة للحرب التي شنتها ميليشي الحوثي والمخلوع الانقلابية وأن على الجميع تحمل المسؤولية الإنسانية وإنقاذ أرواح الأبرياء في المحافظات اليمنية جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال الورشة التي أقامتها اللجنة العليا للإغاثة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن الخاصة بتفعيل العمل الإغاثي على ضوء المعايير الإنسانية الأساسية من أجل رفع الأداء وتقييم وتحسين الجودة وفي كلمة لقيادة السلطة المحلية أوضح وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شائع أن السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالمحافظ الدكتور عبد العزيز المفلحي ستعمل على تذليل كافة الإجراءات الخاصة بعملية الإغاثة الإنسانية بالإضافة إلى إيصالها لكل المحافظات اليمنية دون استثناء داعيا المشاركين إلى التفاعل مع برنامج الورشة وذلك من أجل الخروج بتوصيات هادفة تكون رافدة لعملية التنسيق المشترك الذي تسعى عبره اللجنة العليا للإغاثة للوصول إلى كافة فئات المجتمع اليمني معانا مشكلة المشكلة نحن فينا الآن كيمنيين علينا أن نستفيد من هذا ما هو متاح في القانب الإغاثي وأيضا في قانب إيقاد رقابة حقيقية وهذه مسؤولية الحكومة المنظمات الدولية بصورة عامة وأنا هنا أقول عندي ممثل للأوتشا اليوم غدا سيأتي إلى عدن إلى العاصمة المواقة عدن ممكن معظم موظفية الأمم المتحدة أو أعلى مستوى من مستويات منظمات الأمم المتحدة بعد الأمين العام للأمم المتحدة سيكونوا متواقدين اليوم وغدا في عدن وسيتم اللقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر وسيتم مناقشة لا مركزية الإغاثة نحن ندعو من خلالكم اليوم بأن تكون عدن مركزا إغاثيا رئيسيا يتمتع بكامل الصلاحيات لا يجوز أن تظل المنظمات الأمم المتحدة موجودة خارج مكان وجود السلطة الشرعية المعترف بها دوليا اليوم الرئيس عبد المنصر هادي هو المثل الشرعي للشعب اليمني رئيس منتخب وهناك حكومة شرعية ممثلة أيضا للشعب اليمني لا يجوز وفقا للقانون الدولي وفقا للاتفاقيات الدولية وفقا لاتفاقية قنيفة الرابعة وفقا للبرتوكو الأول والثاني لهذه الاتفاقية أن تظل المنظمات الدولية موجودة تحسلطة المليشيات الإنقلابية في صنعاء نحن ليس لدينا أي مشكلة مع العاصمة صنعاء أو مع أي محافظة من المحافظات القمهورية لذلك عندما نقول لا مركزية الإغاثة حددنا نقاط رئيسية قلنا توزع اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية مركز في صنعاء يغطي أربع محافظات ومركز في مارب يغطي أربع محافظات مركز في عدن يغطي ست محافظات أربع محافظات قنوبية بالإضافة إلى ابتعز وهذا منطقي ومركز في حضر موت ومركز في اتهامة هذه الخمسة المراكزية واعتمدة في الأوتشا ممكن نحن ناقشنا موضوع المكونات لا مركزية الإغاثة ستؤدي إلى كفاءة في استخدام الأموال وستؤدي إلى فاعلية في الأداء هذا أمر منطقي وواضح واعتقد أنه بحمد الله منظمات الدولية أصبحت اليوم مقتنعة بهذا الأمر وبدأ برنامج الغذاء العالمي يعزز وجوده أيضا من عدن وبدأ يسير قوافة إغاثية إلى اب وإلى تعز من خلال محافظة عدن أنا أقول وأيضا ممكن موجود معي هنا ممثلية الأوتشا بدأت تعزيز مكاتبها في عدن التقى محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف اتلاف صرعاء للإغاثة وذلك لمناقشة الدور الذي يقوم به الائتلاف في مجال الإغاثة للنازحين من المحافظة في مأربا ونه وشدد المحافظ على أهمية الشفافية والتنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات الإغاثية في سبيل إصال المساعدات المقدمة للنازحين وبما يحقق الأهداف الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين والمتضررين أينما وجدوا وأكد المحافظ تعاون قيادة المحافظة وتسهيل مهام المنظمات وتذليل الصعب أمامها بكل الوسائل المتاحة وتطرق اللقاء إلى مجزل لأنشطة الائتلاف وخططه المستقبلية ووضع النازحين وتزايدهم بين الفينة والأخرى وبحث سبل مواجهة عملية النزوح والشراكة الفعلية في تبني مشاريع الدعم الإغاثي وبالتنسيق مع المنظمات الإغاثية وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز منظمات الدول الشقيقة في الإمارات والكويت وغيرها ونشد المحافظ والائتلاف المنظمات الدولية المعنية بالمجال الإنساني تدخلهم لمساعدة النازحين في المجالات الإغاثية والغذائية والصحية والمياه والإيواء وكل ما يحتاجه النازحون في مخيمات الخانق والجفرة وتجمعات النازحين في منطقة صلب بمديرية نهب ومديرية بني ضبيان المحررتين قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد ضحايا الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 1847 حالات وفاة منذ تفشي المرض في 27 إبريل الماضي وأشرت المنظمة إلى وجود تباطئ في الوفيات جراء وباء الكوليرا مقارنة بالأسابيع الماضية وأوضحت المنظمة أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا المسجلة في اليمن بلغت نحو 378 ألف حالة أقدم القيادي الذي عينته ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع مديرا عاما لمديرية الرجم بمحافظة المحويت محمد البصل أقدم على قتل المواطن خالي الثابت علي صعيفة بصورة بشعة بعد محاصرة منزله وقالت مصادر محلية في المحافظة إن القيادي الحوثي المدعو محمد البصل خرج على رأس حملة عسكرية حوثية إلى قرية الصعيفة وأقدم على محاصرة منزل المواطن خالي الثابت علي الصعيفة من مديرية الطويلة ومن ثم قام البصل بقتل المواطن بصورة بشعة أمام أفراد أسرته بعد أن أطلق عليه وابلا من الرصاص الحي قرب منزله ما أدى إلى وفاته على الفور وقع قرابة خمسمائة صحفيا يمنيا على بيان يطالب ميليشي الحوثي والمخلوع بإطلاق زملائهم المختطفين منذ أكثر من عامين وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة ضدهم مطالبين بحماية الصحافة وحرية الرأي والتعبير إلى تفاصيل البيان دانا 499 صحفيا يمنيا ميليشي الحوثي والمخلوع لاستمرارها في اعتقال زملاء لهم منذ أكثر من عامين وإخفائهم قسرا دون الكشف عن مصيرهم وذلك لمجرد كونهم يحملون صفة المهنة الصحفية مطالبين في الوقت ذاته بإطلاق سراحهم وعبر بيان الصحفيين عن استيائهم من تعرض العديد من الصحفيين للمضايقات المستمرة والتهديدات المتتالية بغرض منعهم من أداء مهامهم الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الخطرة التي يبر بها الوطن واستنكر البيان بأشد العبارات الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوما بعد آخر مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة بحقهم وتوفير العلاية الصحية لكافة المعتقلين خاصة بعد تداول أنباء عن تدهور صحة الكثير منهم نتيجة الإهمال والتعذيب ودان البيان حكم الإعدام بحق الصحفي أحياء عبد الرغيب الجبيحي كما دان اعتقال العشرات من الصحفيين وإخفاءهم قسرا وتعرض العديد منهم للانتهاكات والملاحقات غير القانونية والترهيب والتخويف والإذاء الجسدي والنفسي والذي انعكس أثره على أسرهم وذويهم وحمل الصحفيون الموقعون أن البيان الأجهزة القضائية كافة المسئولية لتقاعسها عن أداء واجبها الذي فرضه الدستور والقوانين النافذة بسرعة الانتقال إلى تلك المعتقلات لإفراج عن كل معتقل تم حبسه خارج إطار القانون وطالب الصحفيون للجهات والأطراف المحلية التعامل بمسئولية مع مهنة الصحافة التي تحظى بمكانة رفيعة في جميع دول العالم وعدم استهداف الصحفيين أو تعريضهم لخطر فقدان الحياة أو الحبس أو التهديد أو المحاكمة أو الحرمان من حقوقهم الإنسانية والقانونية كون الحق في حرية الرأي والتعبير حق عالمي وإنساني أصيل وأكد البيان على حق الصحفيين في الحماية أثناء الحروب والصراعات المسلحة وفق للقانون الدولي الإنساني وكل التشريعات السماوية وطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين وخاصة المعتقلين منهم كما طالب الصحفيون اليمنيون في بيانهم بالإفراج عن العشر الزملاء الصحفيين الذين أعلن عن إحالتهم للتحقيق أمام النيابة اليزائية المتخصصة ودون أي اختصاص لهذه النيابة خاصة وأن ما يسمى بجرائم النشر والعلانية من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات والتي لا يجوز لها أن تقرر حبس أي صحفي وتكتفي بضمانة مقر عمله أو سكنه لحضوره عند الطلب وذلك تنفيذ للقانون الذي وضع للصحفيين مكانة الخاصة تختلف عن غيرهم ممن ترفع شكاوى ضدهم أمام النيابة العامة وهو ما يقتضي معه بضرورة محاسبة من قام باعتقالهم قسرا منذ نحو عامين وبشكل تعسفي أقدم عبدالله محضار مدير تربية زنجبار بمحافظة أبيان بتهديد مراسل قناة سهيل الزميل نظير كندح والصحفي محفوظ كرام على خلفية نشر مادة صحفية عن أوضاع المدارس في مديرية زنجبار وما يعانيه المعلمون والمعلمات في تلك المدارس من صعوبات ومتاعب وإهمال مكتب التربية والتعليم بالمديرية لشؤون المدارس وقال الصحفيين كندح وكرامة إن محضار أطلق تهديدات صريحة تجاههم وتلفظ بألفاظ نابية وخادشة للحياة عليهم واعتبر الصحفيين كندح وكرامة أن ما بدر من مدير تربية زنجبار من تحريض يهدد حياتهم مطالبين قيادة السلطة المحلية في المحافظة بإدانة الحادثة والتحقيق معه ووضع حد لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة وإعادة النظر في القيادة التي تحمل مثل هذه التصرفات والسلوكيات المسيئة قناة سهيل وهي تدين ما تعرض له مراسلها النظير كندح والزميل محفوظ كرامة تطالب السلطة المحلية والأجهزة في أبيان بحماية الصحفيين وإيقاف التصرفات المشينة والانتهاكات التي تطال الصحفيين أقدمت عناصر ميليشي الحوثي وعصابات المخلوع المسيطرة على مبنى فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمحافظة إب أقدمت على ضرب أحد بائع الخضروات من الأطفال وتقطيع أصابع إحدى يديه وكسرها مصادر محلية بإب أكدت أن عناصر الميليشيا استخدمت آلة حادة في انتهاكها وعدوانها على الطفل حيث قامت بتقطيع أصابع طفل وكسر إحدى يديه ونهب بضاعته المتضاوء تواضع من الخضروات والطفل الضحية من أسرة فقيرة بمدرية حبيش غادر مقاعد الدراسة ليساعد في التخفيف من فقر أسرته وسد حاجتها الملحة نتيجة للوضع الاقتصادي المنهار بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على الشرعية لكن الميليشيا وبطريقة وحشية أفقدته أصابع يديه كما سلبت منه من قبل الحياة الكريمة عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس لمناقشة أوضاع القضاء والمحاكم والنيابات الاستئنافية والجزائية المتخصصة في عدن والمحافظات المحررة الاجتماع مقيم بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي حمود عبد الحميد الهتار والنائب العام للمجلس القاضي علي أحمد العوش والأمين العام للمجلس القاضي هزا عمض الله عقلان ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق أحمد الزوقري ووزير العدل القاضي جمال محمد عمر وفي بداية الاجتماع وقف المجلس لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء السلطة القضائية الذين انتقلوا إلى ربهم نتيجة للأعمال الإرهابية واستمع المجلس إلى التقارير المقدمة برؤساء الهيئات القضائية عن صرف المرتبات المنتسب السلطة القضائية وأقر المجلس الاستمرار في صرف المرتبات شهريا كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من النائب العام بشأن أوضاع السجون في عدد من المحافظات وأكد المجلس على ضرورة احترام القوانين النافذة وتعزيز دور النيابات العامة في الإشراف على أعمال الضبطية القضائية والسجون ونزلائها وكذا الإفراج على أي سجين دون مسوغ قانوني واستمع المجلس إلى التقريرين المقدمين رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة عدن القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي ورئيس نيابة استئناف محافظة عدن القاضي قاهر مصطفى بما في ذلك مشرع الحركة القضائية لمحاكم ونيابات محافظة عدن نفذ طلاب وطالبات كلية وكليات وادي حضرموت الثلاث وقفة احتجاجية تنديدا بعدم تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم وعدم استجابة الجهة المسؤولية لإيجاد محول كهربائي يساعد في تقوية منظومة الكهرباء بمجمع الكليات وتشغيل التكيف في القاعات الدراسية وشارك في الوقفة طلاب كلية العلوم التطبيقية وكلية التربية وكلية البنات ورفع المحتجون لافتات تطالب بتشغيل تكيف القاعات الدراسية وإيجاد محول كهربائي ذات سعة كبيرة يقوي منظومة الكهرباء بمجمع الكليات بمنطقة مريم بسيئون وقال الطلبة إنه تم تسجيل العديد من حالة الإغماء وسط قاعات الدراسة جراء اجتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف بشكل كبير في مديريات الوادي نظم طلاب اليمن في الأردن وقفة احتجاجية استجابة لدعوة اللجنة التسيقية لطلاب اليمن في الخارج ضمن الخطوة التصعيدية للمطالبة بصرف الربع الثاني والثالث والرسوم الدراسية ومعالجات أوضاع الطلاب وبما يحد من هذه المعاناة المستمرة ودعا الطلبة الجهات المختصة في الحكومة الشرعية إلى توفير الحلول العاجلة والمستمرة لمشاكلهم واعتماد صرف مستحقاتهم أولا بأول حتى يتسنى لهم متابعة دروسهم والارتقاء بمستواهم التعليمي والأكاديمي بعيدا عن الانشغال بالبحث عن المستحقات مستحقات القضايا والإشكالات الخاصة بالطلاب المبتعثين ولكن دون جدوى ودون إيجاد حلول ناجعة ومع استمرار معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج واستمرار اللامبالاة من قبل وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة وعدم صرف الربع الثاني والثالث من جهة وعدم صرف الرسوم الدراسية للعام 2016-2017 من جهة أخرى فإننا اليوم نقوم بأول وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف المستحقات المالية والرسوم الدراسية ونعلن أن الوقفة اليوم بداية لتدشين مرحلة جديدة من النضال الطلابي ابتداء بوقفتنا هذه وانتهاء بالاعتصام داخل سفارتنا إلى أن يتم الوفاء بكافة مستحقاتنا إننا كطلاب موفدين في الخارج نطالب فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس الوزراء وبقية أعضاء الحكومة بالالتفات لمعاناتنا التي طالت وتدخل السريع والتوجيه لجهات الاختصاص بتنفيذ كافة مطالب المشروعة وهي كالتالي واحد سرعة صرف الربعين الثاني والثالث لجميع الطلاب من كل جهات الابتعاث ووضع حل جذري للتأخير المستمر كل الربع وبما يضمن صرفها في مواعيدها دون تأخير اثنين إرسالة رسوم الدراسية المتأخرة للعام الدراسي 2016-2017 والذي أدى تأخير إرسالها إلى منع الطلاب من التسجيل في كثير من الجامعات هذا من جانب واحتجاز شهادات الخريجين من جانب آخر ثلاثة إرسال الرسوم الدراسية للعام 2017-2018 لكي يتسنى للطلاب التسجيل في جامعاتهم والذي أصبح العام الدراسي على الأبواب التوجيه باعتماد تخفيض عادل الطلاب على تذاكر الطيران لتسهيل ذهابهم وعودتهم إلى اليمن وفي الأخير ونحن نمر بهذا الوضع الاستثنائي فإننا نشد على يد كافة الجهات المختصة والمتمثلة في الملحقية الثقافية والسفار اليمنية ووزارتي التعليم العالي والمالية بأسرعات الرفع وإيصال مطالب إلى المشروعة حقق فريق أكاديمية الموهوبين في سيئون ممثل بلادنا في مسابقة الفيرست جولوبل المركز الثاني عربيا في المسابقة المقامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن وشارك في البطولة العالمية التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن 160 دولة من مختلف قارات العالم بهدف تكامل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وضم فريق وضم فريق بلادنا في المسابقة مشرف قسم الروبورت بالأكاديمية والحكم في مسابقات الروبورت العربية الأستاذ سالم علي السبايا والطلاب عمران خميس بن عميرة وعبد القادر هادي الجفري وأشهد سافير بلادنا في واشنطن الدكتور أحمد عوض بن ببارك خلال لقائه بفريق بلادنا بمستوى أداء الفريق وخبرته خلال المشاركات المحلية والدولية إلى ذلك أشهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبرش الكثيري بأبطال حضرموت واليمن الدوليين في مسابقة الروبورت والشطرنج والذين مثلوا بلادنا في المحافل والمسابقة الدولية وبارك الكثير الإنجاز الكبير الذي حققه فريق أكاديمية الموهوبين بسيئون الممثل لبلادنا في مسابقة فريست جلوبال للروبوت وفوزه بالمركز الثاني عربيا في البطولة متفوقا على العديد من الفرق العربية والتي تحظى بدعم كبير جدا وإمكانيات متطورة مقارنة بما يحصل عليها فريق أكاديمية الموهوبين بسيئون كما بارك الكثير مشاركة البطل العالمي في لعبة شطرنج حامد محمد بسبعين المشارك حاليا في البطولة الآسيوية لشطرنج تحت 17 سنة والذي حقق حتى اليوم انتصارين في أول مبارتين له في البطولة المقامة في مدينة بيجين الصينية مؤكدا ثقة قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت وكل أبناء حضرموت واليمن بالبطل حامد بسبعين وتحقيقه مراكز متقدمة في البطولة وأكد الوكيل الكثير وقوف السلطة المحلية في وادي حضرموت بشكل كامل مع كل الشباب والفتيات المبدعين في كل المجالات والممثلين لحضرموت ولليمن محليا وقاريا وعالميا ختاما سلمت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بتعز منزلا جديدا بنته المؤسسة لأسرة الشهيد توفيق الشميري وبتمويل وتعاون من عدد من أهل الخير نتابع أسرة الشهيد توفيق الشميري تتسلم منزلها بعد تعاون كبير من أهل الخير مع مؤسسة رعاية لتوفير قيمته وسط فرحة كبيرة من قبل الأسرة الصغيرة الذين طالما حلموا بهذا البيت وتسلموه أخيرا شكرا جزيلا لهم وفرحتنا لا توصف وقزاهم الله عن خير الجزاء شكرا لهم شكرا جزيلا لهم أول منزلا تسلمه مؤسسة رعاية لشهيدا داخل المدينة بعد تسليمها عدة منازل في ريف تعز وسيستمر العطاء من قبل مؤسسة رعاية ما دام أهل الخير يقدمون أموالهم من أجل الإنسان ومن أجل من قدموا الكثير لمحافظة تعز نشكر فاعلية الخير الذين ساهموا معنا ولبوا النداء واستجابوا لتوفير منزل لأسرة الشهيد وعلى رأسهم الأستاذ محمد مقبل الحميري والأستاذ عارف الشميري وعثمان الخير أبو مهند وأبو عياش وكذلك كثير من الداعمين الذين ساهموا بمبالغ بسيطة ونحن اليوم نشتري هذا المنزل بمبلغ 12 مليون ريال سعادة لا توصف لأن أسرة الشهيد سعداء ونحن سعيدون لسعادته استلم المنزل الجميل الواسع لأسرة تستاهل أكثر وهذا ما تمنته الأسرة في حياة الشهيد توفيق الشميري وتحقق بعد وفاته ولكن كلماته ما زالت تتردد وأهدافه وأمنياته تتحقق بهذا العمل الإنساني العظيم نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وعودة إلى عنوينها رئيس الوزراء يؤكد الاستعداد لتبادل جميع الأسرة عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر الجيش الوطني يضيق الخناق على الميليشيا الانقلابية في صرواح من ثلاثة اتجاهات وكالة واس مركز الملك سلمان قدم مساعدات للشعب اليمني بنحو 700 مليون دولار للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سوهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة